من بغداد ينضم إلينا مصطفى القطان مراسل الغد مصطفى يعني ما جديد مشاورات تشكيل الحكومة العراقية وإلى أين وصلت هذه المفاوضات بين الكتل والأحزاب السياسية وفرص نجاح الكاظمي في مهمته نعم حازم طبعا القوى السياسية العراقية لا تفهم سوى مبدأ واحد في العملية السياسية وهو أعطني حصتي أطلق يدي بعد ذلك سوف نتحدث عن حل المشاكل التي يعاني من العراق سواء كانت المشكلة الاقتصادية وتدني أسعار النفط جائحة كورونا مشكلة المتظاهرين أو ازدياد نشاط تنظيم داعش في مختلف مناطق العراق التي بدأت تقلق بالفعل القوات الأمنية وكذلك العراقيين المفاوضات لا تزال مستمرة بين الكاظمي وبين كل الكتل السياسية مصادر مقربة من داخل البرلمان حازم تؤكد بأن كل التصريحات التي تصدر من القوى الشيعية السنية أو الكردية التي تخص إعطاء الحرية للكاظمي في اختيار الوزارات هي للتصريف الإعلامي فقط والجميع يريد أن تكون له حصص داخل حكومة الكاظمي وتفرض أيضا مرشعيها على الكاظمي دون سمح له باختيار ربما حتى المرشحين للوزارات التي سيحظى بها المكون السني أو الكردي أو الشيعي الخلاف الأبرز الآن على الوزارات السيادية وهو كما كان الحال في الحكومات السابقة أي وزارات النفط الدفاع الداخلية وكذلك المالية جميع الكتل السياسية تريد أن تتحصلها لأحد هذه الوزارات أو كلها من حكومة الكاظمي وهو ما دعا إلى تأخير إعلان الرجل لبرنامجه الحكومي وكذلك لتشكيلته الوزارية التي كان قد أعلن سابقا بأنها جاهزة للتقنين للبرلمان عصر هذا اليوم حازم سوف يكون هناك اجتماع بين الكاظمي اجتماع مهم بين الكاظمي وبين بعض القوى السياسية من أجل تدليل العقبات ومن أجل الخروج بصورة أوضح من أجل تشكيل حكومته ومنحها الثقة داخل البرلمان العراقي بعد أن انتهى الكاظمي من الاجتماع مع القوى الكردية التي وصلت إلى بغداد يوم الأحد والتي غادرت إلى أقليم كردستان وستجرى أيضا اليوم اجتماعا مع رئيس حكومة أقليم كردستان من أجل فيهم الموقف الكردي من حكومة الكاظمي يعني لحد هذه اللحظة لم تتضح معالم وشكل الحكومة المقبلة وفقا لرؤية الأحزاب والكتل السياسية التي ترفض بالتالي التشكيلة الحالية للكاظمي ما المتوقع إذن على صعيد سياسي؟ المشكلة هنا حازمة بأن الكتل السياسية لا تفهم معنى الحكومة المستقلة وحكومة بعيدة عن سلطة هذه الأحزاب هي لا تزال تتعامل مع كل مرشعية إلى الحكومة العراقية أو يكلف بتشكيل الحكومة بأن يجب أن تكون لهذه الكتل حصص لها في الوزارات وكذلك في المدراء العامين ووكلاء الوزراء وفي كل مفاصلة الدولة هذه المشكلة التي الآن يصطدم بها الكاظمي كما يصطدم بها الذي قبله الزرفي وأيضا محمد توفيق علاو ويحاول مصطفى الكاظمي الآن أن يجد ربما حل وسط يرضي جميع الأطراف بأن تكون ربما الحكومة مناصفة ويحاول أيضا أن يفهم تلك الكتل الوقت والسياسية أن الوزارات السيادي التي يحتاجها العراق من أجل الخروج من أزمات الحالية يجب أن تكون مستقلة تدار من أشخاص نزيهين بعيدا عن ضغوطات هذه الأحزاب السياسية وأيضا من أجل تهديئة الشارع الذي ربما يستعد مرة أخرى للخروج والذي رفض العملية السياسية برمتها موقف الأكراد مصطفى والقوى السياسية بالتفصيل الشيعية والسنية أيضا في هذه الحكومة والشارع ماذا يقول أمام الفشل المتكرر لرؤساء وزراء كلفوا بتشكيل الحكومة على مدار الأشهر القليل الماضية يعني في البداية حازمة المشكلة ليست بشخصية رئيس الوزراء المشكلة فيها البرلمة العراق الذي له اليد العليا بحسب الدستور بمنح الثقة للحكومات العراقية السابقة واللاحقة من عدمه بالتالي من يأتي يجب عليه أن يكون ربما راضخا لهذه القوى السياسية أو يحاول إرضائها بشكل أو بآخر الموقف الكردي والأكراد كما كانوا سابقا يريدون نقاط واضحة ومهمة أولا حصتهم في طبعا الموازنة العامة للعراق رواتب الموظفين يجب أن تطلق بشكل عاجل وأيضا المادة 140 التي تخص طبعا محافظة كاركوك وأيضا تخصصات قوات البيشبرقة وتمثيل الأكراد في الحكومة العراقية هذا ما تناقش بها الوفد الكردي واليوم كما ذكرت سوف يكون لك اجتماع بين الوفد الكردي الذي زار بغداد ورئاسة أقليم كردستان رئاسة أقليم كردستان من أجل بلورة الموقف الواضحة السنة أيضا يريدون ويحاولون التحصل على وزارات الثلاثة هي التجارة والتربية والصناعة والشيعة بالتأكيد يحاولون أن يأخذوا حصة الأسد من حكومة الكاظمية هذه الضغوطات يتعرض لها رجل يحاول أن يتعامل معها وسوف يكون هذه أو جميع هذه النقاط سوف تكون واضحة اليوم وستطرح على طاولة النقاشات في الاجتماع الذي سوف يعقد اليوم في العاصم العراقي سنبقى معك في متابعة مصطفى القطان مراسل الغد كنت معنا من بغداد شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك